اشتركوا في القناة بناء على الاعلان الدستوري وبناء على الاستفتاء اللي احنا عملنا المفروض ان اللي يحط اللجنة دي هم مجلس الشعب ومجلس الشورى بس فيش اي تفاصيل في الاعلان بتقول من حقهم يحطوها ازاي او ايه الشروط او ايه التفاصيل صح كده لا صح لي طب فاحنا موقفنا دستوريا ايه يعني خلينا انا لو الوقت البرنامج يسمح كنت قادر استفيد في النقطة دي لسنا عارف ان انتوا بتشتغلوا في اقتار محدود زمن يعني صحيح الحقيقة احنا مشكلتنا ان احنا يعني اه بدقينا للطريق بالعكس يعني احنا قررنا انسافر اسكندرية فبدل نتوجه بالعربة كده عملنا مرشدير ومشيون مرشدير وراء فكل يوم بتجينا مشاكل جديدة لان احنا قلبنا القاعدة القاعدة انه اللجنة الهيئة الدستورية او اللجنة الدستورية كجمعية منشأة وكسلطة منشأة هي التأسيسية الاصلية هي اللي بتحط الدستور ومن خلال الدستور تنشأ السلطات احنا قلبنا القاعدة خلينا واحدة من السلطات التلاتة هي اللي بتنشئ الدستور دي مسألة فغاية الخطورة بالاضافة الى النص اللي هو في المادة اللي في الاعلان الدستوري اللي هو المتعلق بالمادة ستين هذا النص اللي حضرتك بتقول عليه تم عليه الاستفتاء على فكرة ادخل فيه تغيير لانه لم يكن كذلك كان رئيس الجمهورية هو اللي هيبقى فعشان بس اللي بيكلمه عن ارادة الشعبية ولا يجوز المساس بالاعلان لا فيه مساس حصل في الاعلان الدستوري طيب ما علينا اللي الاعلان قال او المادة قالت ان اعضاء المجلس الشعب والشورياء المنتخبين بيوضعوا عن طريق المجلس الاعلى للقوات المسلحة العقد اجتماع مشترك لينتخبوا وفت وسبها مفتوحة لقال من جواهم ولقال من براهم وبالتالي طرق لهم سلطة التقدير في هذا وده كان اكبر اخطاء برضه لانه هو المفترض انه حتى لو انت عملت ده طيب خليهم هما ينتخبوا من خارجهم من الشعب من سيقوموا بوضع الدستور لان الحقيقة هذا الاختيار او هذا التعبير اللي ترك لهم يقولوا طب الاربعين في المية من عندنا وستين من برا وناس تقول سبعين وناس تقول ثمانين ودخلنا في مزاد الحقيقة سوف يسبب مشاكل في غاية الخطورة الطريقة اللي بيتمي بوضع هذا الدستور وتفقد المصدقية الدستور ذاته ليه لانه فيه اربع مصالح متضربة تماما مع اعضاء الدستور مجل الشعب والشورى وعضويتهم في اللجنة اربع مشاكل في غاية الخطورة وفي مشكلة خمسة مختلفة شوية لكن الاربع دول يهتموا بمصالح ليهم مباشرة المسألة الاولى هنيجي نحسن يبقى فيه مجلس شورى لما فيش مجلس شورى فيه رأي ساعد بيقول مالوش لازمة والحرية والعدالة كان عندهم تصريح ان هم عايزين يلغو عظيم هؤلاء الذين جاءوا من مجلس الشورى هيقولوا اه هيضفوا على مصلحاتهم البقاء على مجلس الشورى فيه تعارض مصالح ده متخالبوا بتفعيل سلطاته النهاردة اه يعني لا سلطاته ده قصة تانية انا باتكلم في الفكرة اتنين فكرة الخمسين في المئة عمال وفلاحين البعض في وجهة نظر ساعة يعني غالبة تقول لها مبرر لوجوده هم جايين بقاعدة الخمسين في المئة عمال وفلاحين على الأقل من العمال اذا ده يبط للمجلس تلاتة الاختيار النظام النيابي عندك برلماني وعندك رئاسي وعندك النظام الجمعية والنظام المختلط النظام البرلماني يعطيهم صلاحات واختصات أعلى وبالتالي حينحازوا لقضية البرلماني القضية الرابعة الدستور اللي ما بيتم ويجرى عليها الاستفتاء المفروض بيتضمن في الأحكام الانتقالية اللي هي الباب الأخير اللي مسألة الدستور حيسر بأثر فور طب إذا اخترنا مثلا إن ما فيش مجلس شورة ماشي حيطبق الدستوري ومن يوم التاني ما فيش مجلس شورة برا ومفترض إن مجرد ما يصدر الدستور تعيد مؤسسات الدولة بناء على ما في الدستور وإيه اللي أخباطة اللي احنا فيها دي ده أربعة خدي بقى الطمق الكبرى دي المسألة الخامسة اللي هي أنا رأيي الشخصي والأيام بيننا أن الحكم بعدم دستورية المجلسين مقضي بيه بيه لها بحالة ده قانونا يعني؟ دستوريا دستوريا وبالفعل فيه وفيه سببين فيه سبب منهم راح للمحكمة اللي هو التلت الفردي اللي تزاحم عليه اللي هو حكاية التلت الفردي اللي تزاحم عليه وأعدم فكرة إن المبدأ تكافئ الفرص ومبدأ المساواة تمام وده مبادئ مستقرة من حكامة دستورية أصدرت فيها حكمين قبل كده السبب الآخر وهو تقسيم الدوائر نفسه قانون تقسيم الدوائر اللي قسم الدوائر تقسيم يعجز أي فرد على أن يخد انتخابات ما لم يكن وراءه حزب يعني يعمل لك دايرة مثلا من خمس دايرة نص محافظة تقول له تعالى يا فرد لوحدك أو راجل أو ستك تعالوا يعمل الانتخابات وبالمقابل الحزب بيبقى برجال وكله رواحد تاني وبالتالي حتى فكرة توسيع الدوائر ما كانش وردة طيب لما يحصل بقى وتحل مجلس الشعب والشورى ما العمل هذا البرلمان المقام من غرفتين مجلس الشعب والشورى أنتج منتج اسمه لجنة طيب إيه الأسر المتلاتة بحكم عدم الدستورية بطلان مصادرة عن هذا المكياني الذي قضيه ببطلانه طيب هي اللجنة يبقى اللجنة بقى آه يعني إحنا عاديين بنلف حارل نفسنا دي ده التخبط التخبط اللي بدأ من البداية في قصة الإعلان اللوهم اللي اسمه الإعلان الدستوري طيب والاستفتاء اللي قسم البلد نصين أستاذ بشير حياتك شايف أنه إحنا نقدر نخرب والمأذق ده إزاي يعني إحنا المفوض يحصل إيه؟ إنه إحنا في الشارع مبناش فاهمين حاجة على فكرة أه أه في تصوري في تصوري المتواضع أفضل شيء آآ لتقليص حدة هذه المخاطر مش هنقولني منعها بنسبة 100% آآ لأنه زي ما تفضل لأستاذ عصام المسألة في غاية الصعوبة ولكن ممكن أنه نحي البرلمان بغرفتيه جانبا صحيح من اللجنة الدستورية آآ بمعنى إنه في تجارب دستورية في العالم عديدة بتؤكد إنه مش بالضرورة من هم بداخل البرلمان أو من يؤسس اللجنة الدستورية أن يكون عضوا فيها التجارب الدستورية المصرية حضرتك في دستور 23 ودستور 30 ومشروع دستور حتى 54 أو غيره لم يكن من داخل البرلمان من كان عضوا باللجنة التأسيسية يعني لجنة التلاتين اللي سماها سعد باشا زغلول بلجنة الأشقياء لم يكن بها ناس من البرلمان وبالتالي يمكن أن نرحي البرلمان بغرفتيه جانبا من اللجنة التأسيسية اللي ممكن تضم بقى مسلمين ومسيحيين ومرأة ونقابات كل أطياف المجتمع المصري وشباب وسيدات كل حاجة يكون عضوا إلا البرلمان لأن البرلمان دوره يكون منحصر في الدور الرقابي والدور التشريعي وليس له علاقة بوضع الدستور لأن الدستور هو سلطة منشئة وليس سلطة منشئة وينشئ برلمان وينشئ سلطاته لوحدد اختصاصاتها ولكن يعني وهنضيف لده كل اللي تفضل به السيد عصام أنه هو كل السلبيات اللي هي محيطة بمجلس الشعب ومجلس الشورى كل ده نتلافى بإن إحنا نخلي اللجنة التأسيسية كاملة ممكن رمزيا نجيب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى كنوع من الرمزية لمشتركة المجلسين ولكن اللجنة كاملة تكون من خارج والنميزك طيب الدستور هي اللي حاولينا مش لازم في مصر في البلاد اللي بيسميها بلاد متقدمة يعني لما جوم عمل الدستور كان بيحصل عندهم نفس الدربكة دي ولا كان الموضوع مختلف برضو والسياق السياق اللي حضرتك بتحاولي تضع فيه الدستور هو اللي بيحدد إحنا عندنا سياق مضطرب للغاية دولة في حالة ثورة هناك تفاكب في المؤسسات هناك حالة سيولة قانونية ومؤسساتية فكرة خارطة الطريق اللي احنا بننطلق منها يعني زي ما تفضل في بداية كلام وإحنا راح نسكندرية بالعكس وهذا المسألة إن احنا ماشيين في طريق غامض غالبا يعني غالبا ما فيش توضيح وتفاصيل في كافة النصوص وده الحقيقة مشكلة أرجو إن الدستور الجديد يتلفاه بمعنى إن حتى الأبواب الأربعة الأولى من الدستور 71 غالبا بتحدد الحريات والحريات الفضل ومشروطة لا إحنا عايزين غير عبارة واحدة فيها اللي هي وفقا للقانون أو بما يتعارض مع أمن البلاد أو كذا أو كذا لازم مثلا النور عايزين يغيروا فيها إنه أحكام الشريعة الإسلامية مش مبادئ الشريعة الإسلامية هم عندهم تصورات أخرى خالص ده دي بقى المعركة التانية حضرتك المعركة الأولى خاصة باللجنة التأساسية المعركة التانية خاصة بتفاصيل والمواد والنشر هنا كمان بيثور سؤال في غاية الأهمية هل بالضرورة أن نبدأ الدستور من الصفر ولا ممكن إن احنا نأخذ بعض المواد من دستور 71 اللي هي صالحة أو محتاجة عديلات بسيطة لأنه ممكن يقلل مدة وضع الدستور لأن حضرتك مرتبطة بستة شهور لو لم يتم الانتهاء من وضع الدستور خلال ستة أشهر غالبا هندخل في حزبة معقدة للغاية وليه ستة شهور أصلا رح مش بنختارها العجلة يعني ستة شهور كتير طب أستاذ عسام هم نحتاجين ستة شهور نعمل دستور أبدا والله يعني أنا عارفة أنه في طلبة عمدهم طلبة في كلية حقوق عندهم مخترحات لدستور محترمة جدا والله أنا بتعامل المشروع وطنشر قبل الثورة بستة شهور كان في شهر مايو مشروع متكامل أنا عادة اشتغلت فيه تلاتة شهر لوحد طيب أهو ففلاج ما أم مية لأنه لأنتي مش بتخلاقي حاجة جديدة أنت بتاخدي أنسب ما في الأفكار ومبادئ والطلاص عندنا كبير والعالم فيه ومتاح كل ده وبتنطقي ما يتناسب مع وقائك ومشاكلك الاجتماعية والسياسية وبتصيغي ده المشكلة الحقيقة مش في كده المشكلة زي ما قال الدكتور من الذي سيضع الدستور قال البرلمان هو اللي بحط الدستور دي كارسة وبالتالي الحقيقة الاختراح يعني بما أننا في أمر واقع ونريد أنه منبقاش يعني بنيقس الناس الحل اللي هو ممكن يكون مقبول لبقول الدكتور ده المتاح دون هذا حنخلقنا مشاكل كسيرة جدا أنه يبقى فيه أنه كله من برى المجلس هاي الشعب الشور بس ممكن ناخد رئيسي المجلس أنا عايز أحذر في بعض الليماني اللي فاتوا دول بدأت مقولها تقولك ناخد الأربعة أبواب دول حلوين وكويسين زي ما هم ونشتغل طبعا ده كلام لأنه الأربعة أبواب اللي بنتكلم عنهم هي الحقوق الحريات العامة وسط القانون ومقامات الاقتصادية والاجتماعية هذه الأبواب رغم أنها من أجود ما في الدستور ده صحيح لكن فيه طرع عليها تقاير رهيب أنت بقى لك أربعين سنة كلام ده مكتوب من أربعين سنة فيه معاهدات واتفاقيات دولية وفيه مواسط جديدة ومضينا على حاجات جديدة وفيه اتفاقيات وفيه دستير جديدة أحداثة أفكار جديدة لا بد أن نحن نستفيد منها وثم التطبيق بقى دي المشكلة الأخرى أن التطبيق جعل عندنا مشاكل ومحاذير خطيرة كده نظرا للاوي بعض النصوص في الدستور فلا بدنا نضع في الاعتبار مثل هذه المسائل بمعنى أنه نضبط بعض العبارات اللي أحدها يعني مثلا زي مسألة سيادة القانون أو زي مسألة تنفيذ الأحكام القضائية دي أمور محتاجة تتضبط أو زي الموضوع الحدي قلت عليه بتاع الشريعة أو زي فكرة أن يبقى فيه دولة تبقى اسمها دولة مدنية ايه المشكلة أن تبقى دولة مدنية لا دولة مدنية دي بقت سبة بالسبة هم بيفهموها بمعنى هم في دماغهم دولة كفيرة المقصود بالدولة المدنية ألا تمكن أو تصبح مصر دولة لا دينية ولا عسكرية مش إنها تبقى دولة كفيرة المدنة ده اللي بيروّبنه وفي الأدبيات السياسية في الأدبيات السياسية الأصحة نحن نقول الحكم المدني وليس الدولة المدنية لأن فكرة الدولة المدنية بتثير قلق ومخوف لكن الحكم المدني زي ما تفضلوا صلى الله عليه الصهام كده أنه لا يوتيح فرصة لهيمنة العسكريين ولا يوتيح فرصة لتأثير الدين على العملية السياسية الحقيقة كمان الدستور الجديد بيفتح نقطة في غاية الأهمية ويمكن الأستاذ أصلاح تدافي معايا فيها وهي قابلية النص الدستوري للتأويل لأكتر من وجه بمعنى كان عندنا مشكلة في دستور 71 إن حضرتك تقدر تتحيلي على النص الدستوري وتفسريه بأكتر من تفسير وع تولة الدستير المهندسين وترزية القوانين والدستير إحنا عاوزين نص دستوري واضح محدد أقل عدد ممكن من الألفاظ أو العبارات ويكون لا يقبل أكثر من تفسير ويمكن برضو في نقطة جديدة إن الدستير لم تقعد في تفاضة وطويلة ما تلاقش الدستور مثلا صفحات كتير أو مواد 50 مادة 100, 120, 130 مادة ويمكن التجربة التركية ممكن نستفيد بيها لومين دول لأن تركيا النهاردة لأنها دي عاملة لابس خطير جدا الحقيقة يعني هما في نظريتين في مسألة وضع الدستور نظرية تقول بأبسط وأقل العبارات ومضغوطه وتكون دقيقة وواضحة ونظرية أخرى تطول زي الدستور الهند يعني حاجة صعب جدا الحقيقة لا ده صح ولا ده صح ليه الدول اللي بتبقى خارجة من أنزمة مستبدة بتبقى عانت من الحكام في طريقة التأويل التفسيق الدستور فبتحاول تحط عبارات واضحة منضبطة جدا لأن تقالي الفرص التأويل والقوالين فبيبقى ياخد منطقة الوسطى ما هواش مقتضب أو ما هواش متوسع بالقدر اللي حقق المرحلة اللي انت طالبها ولذلك دايما وده مهم جدا وده موجود في المشروعات أن في الرحلة الانتقالية أو في المبادئ العامة اللي تحكم الدستور وينبغي أن ينص على إذا ما أحال الدستور مسألة ما إلى القانون لتنظمها فلا ينبغي أن ينال هذا القانون أو ينتقس من هذا الحق الدستور تمام فانت كتفته بالمبدأ اللي وارد دون أن يستطيع أنه من خلال وبينتنظيمه أصلا القانون دايما يحل القانون فيجي القانون ينظم يقوم قاطم أو يرعص يرعص بالحق هيو دي كانت الفكرة طيب أستاذ بشير عايزة أفهم بس النموذج التوركي حيك كنت عايز تتكلم عنه في الدستور يعني اللي هو عمل زي نموذج التوركي الحقيقة قبل ما اروح للموذج التوركي في نقطة كنت عايزة تأكد على فكرة المواد المكملة للدستور بمعنى أن الدستور حضرتك ممكن يحط مبادئ عامل الحريات وقولك إيه على مجلس الشعب أو على جهة قانونية أنها تفصل في هذا المفهوم تبصت لقي أن مجلس الشعب أو جهة ما شركت في صوق الدستور يبقى احنا رجعنا لنفس الخطأ مرة تانية فعلى وضع الدستور أولا توركي لومين دول بتحط دستور يكاد يكون أفضل دسترة على الإطلاق دين دستور المتابعة في توركيا حتى هذه اللحظة وضعه العسكريون بعد انقلاب سنة 80 واعتمد هذا الدستور سنة 82 بعد الاسفتاء الشعبي الدستور ده كان مخل تماما ومناهض الدموقراطية في أمور كثيرة النهاردة توركيا عملت عملت لجنة أساسية بعيدة كل البعد عن البرلمان عددها مش كبير جابوا كل حزب رشح واحد وجابوا طبعا من المرأة وكل الفئات والأقلات الموجودة في المجتمع التركي وبيعملوا دستور مختلف جدا ولا يبدأ من الصفر يعني مش بالضرور انه نعود من أول وجديد واجمع الناس وقول يلا نحط دستور من ألف بهدى ستير لا ده هو شاف المواد الكويسة اللي يمكن الارتكان إليها في الدستور السابق وبدأ ياخدها ويطورها النصوص الملتبسة بدأ يحل هذا اللابس وبدأ ان هو يطور هذا الموضوع ويستعين بفقاء دستوريين وتجارب دستورية عديدة من أول التجربة المصرية في دستور 23 وحتى عصر التنظيمات في تركيا وبالتالي فكرة التوافق كانت موجودة ما كانش فيه تنافس ما بين الأحزاب مشكلتها في مصر دلوقتي في اللجنة التأسسية ان كل حزب داخل البرلمان عاوز يستسمر حضوره داخل البرلمان وما حصده من أصوات في الانتخابات ليكون له دور في اللجنة التأسسية لدرجة ان حزب يقول كان عاوز 60 من البرلمان و40 من برة 40 من البرلمان و60 من برة المهم انه ما فيش تنازل عن ان البرلمان يكون له تمثيل بشكل او باخر حتى مجلس الشورى اللي العصام به فصل في مسألة شرائته او وجوده او صلاحياته بيطالب بتفعيل وزيادة صلاحياته وسلطاته لمجرد ان فيه طيار معين موجود في هذا المجلس دلوقتي وبالتالي يجب على الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ان تفصل ما بين الانتخابات وما حققته من اصوات داخل ومقاعد داخل البرلمان من جهة والدستور من جهة اخرى البرلمانات يعني دورها مقتصر على التشريع والرقابة وليس بالضرورة ان يمتد الى وضع دستور يستمر لعشرات او مئات السنين انما البرلمان خمس سنينه بينتهي وربما يكون مطعون في شرائيته وينتهي بعد اشهر او بعد سنوات قلائل وبالتالي هذا يجب ان يكون حاضرا في ذهن الاحزاب الممثلة داخل البرلمان انا عايز انتقل لنقطة التمويل الاجنبي والمجتمع المدني بس عندي سؤال قانوني تاني لأستاذ عصامل اسلامبولي لما تكلمنا على الاستفتاء اللي حصل في 19 مارس والناس قالت نعم وقال لك صوت الشعب وحصل في الاعلان الدستوري لرادة الشعبية وقالت ووفقت ولما حصل اعلان الدستوري اللي خلاها ستين مادة او اكتر ولم يتم استفتاء عليهم وحصل تغيير حتى على الحاجات هنعمل الدستور وهنخلص كل حاجة هل ده ممكن يخلي ندخل في قضية دستورية ان اصلا كل المرحلة دي تصنف غير دستورية شوفي هي برده لو حد رفع قضية دوليا يعني في محكمة دولية لا دولية لا مفيش اخصاص للدولية الكلام ده هيبقى مصار في المحكمة الدستورية نفسها اوكي في عديد من الامور انما هو المشكلة انه احنا لما كنا بعد الثورة كنا امام خيارين يأمن شرعية ثورية يأمن شرعية دستورية ماشي والطبيعي والصحيح في كل الصورات عشان تجنس مرة شرعية ثورية شرعية ثورية ما حصلش ما حصلش وده اللي خلاهم حتى يعني لو انت حرضاتك شوفت اول اعلان دستوري صدر من المجلس كان يوم 13 فبراير بعد التنح بعد التخلي والتنح بيومين اه اتبقى وماشي على طريقين متضارب مرة يحل مجلس شعب والشورى ده نفازا لشرعية ثورية ومرة يقول تعطيل الدستور ودي شرعية دستورية هو مش قادر يقول اسقاط الدستور لو هو عمل ده من اليوم الاولاني المسألة كانت تتحلت وكان تاني يوم تتشك تختار وتنتخب لجنة تحط الدستور وانطلقنا فالحقيقة الاختيار الخطأ والتضارب ما بين الاتجاهين هو اللي وصل بالاضافة الحاجة غريبة جدا المجلس الاعلقات المسلحة جاء بارادة الشعب يعني نتيجة ثورة حصلت فجيه المخلوع وهو بيتخلى عن موقعه وبدل ما يكلف الاول وبعدين يتخلى لا ده تخلى الاول بعدين كلف يعني حتى تكليف تصادر من بطل باطل لان واحد تخلى وبعد ما تتخلى تكلفي ولا العكس والصحيح ورغم ده هم في اعتقادهم ان دي مش تصور المجلس وتعامل معا انها مجرد انتفاضة او هبة او الاخر فعلشان هو مظهرات واسعة هو متخيل انه مالو الشرعية مع ان الشرعيته جاءت من الشارع لانه لما جيه قال اقرب المطالب للصغار وبانها مشروعة وانه جاي يحققها فاحساسه بده خلاه يبتدع قصة الاعلانة الدستوري ان بعد ما يحصل تعدلات الدستورية ها والناس روح تتفع وريحة تعدل تمن مؤدف دستور حيتعطل يعني هيرجع يشتغل فلو نفسهم اذا مش حابقا لهم موجود لان لو الدستور ده راجع متعدل اللي مفروض كان حابة رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا فقال لك لأ ده كده احنا ضيعنا بقى تعال لسنجد شرعياتنا بقى من ان احنا نعمل اعلان دستوري وكان خطأ الاخ بس الاعلان الدستوري ده معناه انه بطر لانه لم يتم سبته الشعب عليه احنا استفتون على حاجة تانية لا ما هو انا بقول لحضرتك لان انت في مسألة ثورة في مسألة ثورة والطبيعي انه طالما في ثورة يبقى فيه اعلان يبقى الدستور ده بيسقاته بتعملي اعلان دستوري فهم يعني ماشيوا في الاتجاهين فاتلاخبط ويمكن برضو يفتح لنا باب لشيء مهم برضو عصان بي وهو انك يعني تتضمن في الدستور الجديد باب او بعض البنود اللي تنظم ادارة الدولة ابان المراحل الانتقالية او اسناء المراحل الانتقالية لا يعني لما تيجي تغير دستور كافة يتم او يعني في تغير الدستور في المرحلة الانتقالية في مرحلة انهيار الدولة في مرحلة بسقوط النظام كل هذه الامور يجد ان احنا نحط خارطة الطريق واضحة لان مشكلتنا دلوقتي ان خارطة الطريق منقوصة وغير واضحة ولا تغطي كافة البنود فلازم اعمل حساب المراحل وعادي من جرب احنا ما نتعام منطق التجربة والخطأ يعني واضح الفترة طيب استاذ بشير التمويل الاجنبي وقضية مطاربة بقالها فترة طويلة والمتهمين هب سفروا مع الفيسلامة راحوا بلادهم انا مش نتكلم على ايه اللي حصل وازاي اللي حصل بس هندي سؤال مبدئي هل هي كانت قضية وهمية من الاساس ولا كانت قضية حقيقية ونتكلم بعد كده على اللي حصل بس انا عايز اعرف هل قضية التمويل الاجنبي هل قضية وهمية من الاساس ولا لا شوف حضرتك انا حللت الموضوع ده في اكثر من مناسبة وكان فيه تصريح كده قلته في بعض الجلسات ان المجلس الاعلى القوات المسلحة حضر العفريت ومعرفش يصرفه يعني حضرتك بدأت قضية وهي بدأت سياسي موضوع منظمات المجتمع المدني وقدرت انك تدعمها قانونا وقضائيا استخدم القضاء والقانون في هذه القضية السياسية بالاساس السياسية الاخراج السياسي لهذه القضية كان فاشلا بكل المقاييس يعني انت دلوقت بدأت الموضوع وقلت ان انا حاكم وبت جدا الخطورة في الموضوع ان على مستوى الرسمي طلع تصريحات في غاية الاهمية ومقدمات ساخنة تجي الوزيرة فايزة ابو النجا وتتهم وتقول ان فيه تدخل وهذه المنظمات تستخدم المال للاضرار دكتور كمال الجنزوري داخل مجلس الشعب تحت القبة قال ان هذه القضية يعني فيه هناك استخدام للمال للاضرار بالامن القومي والتدخل وكذا هذه المقدمات الساخنة يجب ان تؤدي الى نتائج اكثر سخونة اللي حصل تراجع غير واضح تراجع ايه ده حصل مش تراجع يعني انا مش عاوز اقول كده مش تراجع حصل تراجع سجود وان بطاح الغريبة والملفت في الامر الملفت في الامر ان المفروض واحد يخرج علينا يوضح لنا ايه الموقف يعني كله نف بس ما سؤوليته ده التصطيقات محدش تتكلم وجاء التعليمات لقيادات القضاء ممنوع حد يطلع يعلق على هذا الامر الاخطر من ده ان حضرتك مصدر معلوماتنا الوحيد كان الامريكيين بمعنى ان المتحدث باسم الخارجية الامريكا يطلع يتكلم ويقول ان الناس خرجوا وراحوا كبرص وفترقهم لامريكا تمت صفقة تم دفع اموال الاخوان المسلمين شكرا على المساعدة ولا مصدر رسمي مصري واحد يطلع يقولنا ايه اللي جرى وطالما ان الشفافية غابت والمعلومة غير موجودة ايه اللي بيظهر الشائعة شائعات شائعات وتضارب الاخطر من ده كله برضو ان القضاء دفعت ده من سمعته ومكانته واستقلاليته وسيادته تأثير ده ايه على محاكمة مبارك ده اسئلة مهمة تأثير ده ايه على دور القضاء في المرحلة المقبلة اسئلة مهمة يعني تأثير ده على اشراف القضاء على انتخابات الرئاسة مسألة ايضا في غاية الاهمية طيب تأثير الثور اشار عبد المعز تصرف من تلقاء نفسه غالبا في حد ده لأمر بداه مطار القاهرة علشان يستقبل طائرة عسكرية بدون ترخيص مسبق او اختار مسبق برضو المسؤول عن مطار القارب مش هو العمل ده اكيد فيه قرارات سيادية اتخذت في هذا المجال طيب وفق اي مقابل وعلى اي اساس طيب هل نقدر نعتبر ده ان بعدين الوقت المتحدة تعمل فتنة يعني الامريكيين النهاردة بيعملوا فتنة شكرا للاخوان المسلمين شكرا للمجلس العسكري نونيس يقول شكرا لكل مواطن يعني معني كان المصريون كلهم متواطئين في هذه الجريمة او في هذا الفعل الشائن يعني تركوا الامريكان يديروا الازمة كلية ولم يكتفوا بالادارة المخيبة للامال وانما اشعال الفتنة في المجتمع المصري في تبادل اتهامات وازمة عدم الثقة تزايدة بشكل كبير جدا من هو المسؤول واصبحوا كأن هناك تهريب لهؤلاء الاجانب ومن المسؤول المجلس العسكري طارة القضاء طارة الاخوان المسلمين شاركوا طارة اخرى وبعدين تجدي ان مجلس الشعب يقول سوف انه حاسب كل من هو مسؤوله من يزبط تورطه طب انه حاسب مين ما احنا مش عارفين من اللي متورط كله كمان تورط الاخوان نفسوهم مدانين يعني حضرتك فيه نوع من الضباضية وهذا لا يبشر بخير على الاطلاق بنتكلم عن ثورة بنتكلم عن شفافية بنتكلم عن احترام المواطن المصر واحترام الرأي العام امريكا الجنوبية واللاتينية لما الولايات المتحدة ما اعجبهاش رئيس دولة تبعى الطيارة تختف وترجع احنا دلوقتي تجدي ان التصريحات الامريكية كانت تنم عن ان مصر دولة بيها سيادة طب حيك شايف الخروج من ده المفروض ايه اللي اجراءات اللي تحصل نعرف كمين مسؤول الشفافية يخرج مسؤول رسمي في الدولة وحبذها لو كان اما من المجلس الاعلى للقوات المسلحة او من القيادات القضاء ليكون المشارعة بمعز ابراهيم او وزير العدل او اي حد يطلع يعرفنا تفاصيل ما جرى وتفسير لما جرى من الناحية القانونية والسياسية بجد بقى من غير ما يتحق علينا يعني من غير ما يتضحك علينا لا ده يطلع ببيان رسمي واضح ويخاطب الشعب وحبذها لو راح البرلمان وقدام البرلمان يسائل وقدامنا واب الشعب كيف تم ولماذا تم وعلى اي اساس تم ما جرى هذه واحدة ثانيا ان نأخذ مما مضى عبرة بحيث نعيد صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية يكون فيها قدر من الندية فيها قدر من الشفافية اشراك لدور الشارع في عملية صنع السياسة الخارجية الامريكية السياسة الخارجية جاية للولايات المتحدة للأسف فيما مضى كنا نفاجأ بان هناك اتفاقات مبرامة مع الخارج والشعب ما عرفش عنها شيء ولا حتى البرلمان يقولك فيه بنود سرية في اتفاقية كام ديفيد واحنا ما عرفش لحد النهاردة فيه الصفقات بتتمي مع الامريكان زي ما طلع اشعاعات فيما مضى يقولك فيه قواعد عسكرية امريكية في مصر وبرضو احنا مش عارفين التهميش والاقصاء المتعمد للمواطن المصري عن شؤون بلدي في الداخل والخارج هذا امر مضفوح الحاجة التالتة ان يتم في الدستور الجديد فصل حتمي وحاسم ما بين السلطات لا يجوز لسلطة التنفيذية سواء كاتر رئيس جمهورية او رئيس حكومة او المجلس على القوات المسلحة اتدخل في عمل قضاء باي حال من الاحوال وعلى القضاء ان يرفض اي افتئات على صلاحياته يعني اذا كان المستشار عبو عزي برهيم تلقى تليفون او تلقى امر بانه يخدم على هذا الامر عليه ان يرفض وان يصرح الشعب بهذا حاجة اصلا بالنسبالي مش مفهوم ان ايه تلقى تليفون دي برضو احنا مش عادين نحن نتكلم على قضايا كبيرة ودولية وفي اطراف دولية احنا في حالة ثورة حتى لو في حالة ولا حاجة يعني برضو طيب استاذ عسام ختاما دلوقتي مفروض قانونا موقف المتهمين المصريين ايه مفروض كده القضية خلاص طبعا هي كانت فضيحة فضيحة بجلاجل وللأسف الشديد زوج فيها بالقضاء المصري يعني هو كان مفروض زي ما بقول الدكتور بشير تستخدم قضية سياسية بحتها بعيدا عن القضاء اما وقد زعبت لضاء فكانت قانع على الجميع ان يصمت والقضاء ياخد ويحترم يعني انما اما وده حدث فنمر واحد لنبغي ان يحال المستشار عبد المعز الى الصلاحية لانه ارتكب خطأ يستوجب المساعلة التأديبية لانه اتصل بالقادي يطلب منه امر محدد وهذا مجرم قانونا اتنين ان يحال الى محاكمة الجنائية لان المادة 120 من قانون العقوبات بتقول ان كل من يتوسط او يدخل او يتطلب من قادي بينظر دعوة انه امر معين دي مسألة جنائية تقتضي العقوبة نمرة ثلاثة انه الاسراع من خلال مجلس الشعب بانتهاء من قانون السلطة القضائية لانه احنا من الزمان بنقول ان احنا لدينا قضاء مستقلون ولكن ليس لدينا قضاء مستقل ودي هي الاحياء للسبب اللي تدخل بها عبد المعز انت لديك في قانون السلطة القضائية الحالي ما يقرب من ستين نص بيعطي اختصاصات تدخل وزير العدل اللي هو عضو السلطة التنفيذية في شؤون القضاء ويعطي انه هو يجيب رؤساء محاكم يعينه ويختاره اللي كان منهما بقى عبد المعز دي كلها قضايا ينبغي ان يجري اما مصير المتهمين بقى انا رأيي الشخصي انه في اول جلسة يحضر المتهمين ويتم المرافعة وفي نهاية الجلسة هيعطوا براءة دون اي اعتبار بقى لمسائل اخرى في اقتراح انه سماته يعني مرة من احد الفقهاء يعني برضو انه يتم سحب النيابة تسحب القضاء اصلا ولا اكن كان في حاجة من حق النيابة انها تقدم طلب تقدم طلب للمحكمة بانها بتسحب الدعوة يجوز اذا كان فيه اذا كان فيه ادراك للمسألة انما لو هناخد بقى مسألة عند واسرار وبقى يقصي مش نيابة لحاليته ده من يقى حالها قضايا التحقيق اه فقضايا اتنين قضايا من القضايا التحقيق ايه دعني هم ممكن يكملوا قضية للمصيرين بس؟ هم هم انسحبوا حتى عن مباشرة الاجراءات انا فهم اه انسحبوا بس ده ممكن يحكموا المصيرين بس لوحدهم؟ اه يجوز وطب واللي هناك دول ايه؟ اه اما هدي المأساة يدي له بقى حكم براءة غيابي براءة وغياب؟ اه اه اما ليه؟ من ضمن المقترحات العسام بياه انا كنت قلت كان ممكن المشير بما انه هو القائم بعمال رئيس الجمهورية والمجلس العقوات المسلحة ان يصدر عفوا قبل ما الامريكان يمشوا ان يصدر عفوا عاما عن الجميع اه انه يقولك يا جماعة سبت لم تكن تهدد الامن القوم المصري وبناء علي عفوا عن المصريين والاجانب وشكرا يبقى ده اخراج سياسي وقانوني مشرف الى حد ما انما ان الناس تيجي بالطيارة تتاخد كده ونكتاش بالصبح لما نسحدك لا ويكذبوا عن الناس يقولك ده اصل هي جنحة ومش جنيعة ده اذا كانت هو انت اللي تقول المحكامة اللي تقول بقى وبعدين على فكرة الكلام ده اللي قاله ما يصريش على موضوع منع من الصفة ده يصري على لو هو مسألة حبس احتياطي لكن ده ما كانش حبس احتياطي ده كان منع من الصفة اه انا مش هامل فرق بالاتنين طبعا بس يعني لا يعني الحبس الاحتياطي اللي يبقى محبوس ويجي يفرق ما بين جنحة والاجناية القانون بيقول اذا كانت جنحة اخوبيتها لا تزيد عن تلت شهور ما فيش حبس احتياطي فهي اولا من هي جناية ولو هي جنحة ما هيش اخوبيتها قال لي من تلت شهور ده اخوبيتها اصل الخمس سنين اه طيب يعني يمكن الميزة الوحيدة في اللي حصل ده ان احنا نتلافى اي عيوب للتدخل في عمل السلطة القضائية في الدستور الجديد يعني ياريتنا نتعلم من هذه الحادثة في الدستور الجديد ان نعمل على قضاء مستقل وفصلة بين السلطة ياريتنا نتعلم نقطة لان الحادث كتير نتعلم بقى من كل اللي عدى في الفترة اللي فاتت استاذ عساملس لامبولي الفقيد دستوري شكرا جزيلا عوجودك معنا نهاردة استاذ بشير عبد الفتاح الباحث مركز لهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية ومدير تحليل مجالة الديمقراطية شكرا جزيلا نورتونا شكرا لسه من كامل فقراتنا في نهارك سعيد خليكم معنا ويا ربي بانهار سعيد